كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد تقترب من المملكة تفاصيلها بعد قليل بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية مرحبا بكم مجددا متابعين في الأردن تبقى المملكة خلال هذه الأيام أي خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام تقص حار نسبيا مع انتشار لكمية من الغيوم المتوسطة والعالية لكن اعتبارا من يوم الأحد تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مع بدء عبور لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد هذه المرة قادمة لمنطقة بلاد الشام عبر شرق البحر الأبيض المتوسط نبدأ نشراتنا باستعراض لهذه الخرارة التوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم السبت وحتى منتصف الأسبوع يوم السبت قد درجات الحرارة أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام تستمر الأجواء الحرارة نسبيا بالتأثير في عموم مناطق المملكة لكن لاحظوا هذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأقل من معدلاتها تقترب من عموم منطقة بلاد الشام عبر شرق البحر الأبيض المتوسط تنخف الدرجات الحرارة يوم الأحد وتصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن يوم الاثنين بإذن الله تزداد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأقل من المعتاد تصبح الأجواء خلال ساعة النهار في المناطق الجبلية العالية مائلة للبرودة وتصبح الأجواء باردة خلال ساعة الليل في المناطق الجبلية وأيضا المناطق السهلية كنتيجة لتأثير المملكة بهذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأقل من معدلاتها نذب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لثالث أيام القادمة يوم السبت أجواء غائمة بغيوم عالية 27 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 18 درجة مئوية انخفاض واضح على حرارة يوم الأحد 23 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 14 المزيد من انخفاض يوم الاثنين 21 درجة مئوية فقط خلال ساعة النهار أما ليلا أجواء رطبة وضبابية مع 15 درجة مئوية نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة أجواء صافية بشكل عام 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 17 الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع تفاصيل حالة الجوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية نستعرضها الآن أو نبدأها من المنطقة الشمالية أجواء غائمة بغيوم عالية بشكل عام المفرق 30 إلى 18 إربية 28 إلى 19 وجرش 30 إلى 20 وعجلون 27 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الغسطى أيضا أجواء غائمة بغيوم عالية الزرقاء 31 إلى 20 عمان 27 إلى 18 البلقاء 26 إلى 19 مادم 28 إلى 19 والبحر 32 إلى 27 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا أجواء غائمة بشكل عام بغيوم عالية الكرك 27 إلى 19 الطفيلة 26 إلى 18 الشوبك 28 إلى 18 ومعان 32 إلى 21 والعقبة 37 إلى 26 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 32 إلى 19 الصفاوة 32 إلى 18 ورويشة 30 إلى 17 درجة مئوية إلونا تنتين نشرتنا للقاء الاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة